اخت ساعدة انت أصغر مننا لنوال بالعمر عنديك خبرة طويلة بالحياة كنت معلمة وانت أم زوجة خبرنا شوي عن اختبارك الشخصي أو مفهومك للاستقامة وبعدين إذا في تحديات يمكن سأطط فيها أو ما سأطط فيها لحياتي شكراً أول شيء لكم ولكل شخص عم يسمع الحقيقة الاستقامة أنا بفهمها لأن معلمة مثل واحد بحط مصدرة يرسم خط جالس مش لا يدرب فيها المصدرة أو بتذكر في ميزين الزيبق مرة البابا كان عم بيستخدمه قلت له شو هيدا اللي هيدا بالعمار بحطوه بصير لازم كل حجر يمشي على الأساس فأساس حياتنا هو المسيح أمين هو حجر الزاوية وأنا بفهم الاستقامة أنه دائماً لازم لاحظ نفسي أنه يكون على حط الميزان ويكون متناسي مع المسيح هيدا المفهومة أكيد في مفهومة يعني الموضوع الاستقامة موضوع واسع هي إخلاص هي ثقة هيدا الأهم شيء ومحب إذا فيه مثلاً أنا بحب الرب بقدر عيش باستقامة معه وبعدين عندي ثقة بأنه هو موجود وهو قادر على كل شيء ومتعلم منه ما نستقل هيدا نبني نفسنا مثل الحجارة على الحجر الأساس ومنزيح عنه لأن ممكن نقع هل هناك اختبارات بحياتك مثلاً الأخ مجدة مرة تسرق بطريقة حسيت لي بديك تكبه هالميزان وهالمصر على جنب أكيد بس بدك يعني تعيش حسب لك ما الرب بده فيه تحديات كثير هو الشيطان أكبر عدولة إلنا وبحاول يستخدم أساليب كثير تحتى يبعدنا عن إرادة الله وعن الخطة الإلهية فهون مسؤوليتنا أكيد بتذكر أنا مثلاً مرة حتي صارت إذا حدا كما قالت بيستغلونا أول ما كنت موظفة أو بيضحكوا علينا لأنه نحنا قلبنا طيب ونشتغل بأمانة لأنه خلاص الاستقامة هي أمانة وخلاص فشو كان تردد الفعل الناس حسب يقولوا لازم أنا جاوي أو أعمل ردة فعل سلبية لكن رجعت ضبط يعني بينفع الواحد بسرعة لكن بيضبط على الحجر الأساس بقول باركوا لعينيكم مش بس نغفر وأحسنوا إلى مبغديكم ووصلوا لأجل الذين يسويون إليكم هيدا مش شي هاين يعني وحد يطيع الرب وفعلا بس طاعة الرب هؤل الأشخاص اللي أساءوا إليه إجوا عتذروا وصاروا قريبين وعندهم ثقافية أكتر وأكتر أكتر 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 الرب صالح الرب أعطاني سلام عجيب وغريب وقوة واستمرت فهي كان مشجع وبدرب نفسي كل يوم ضل على الخط شكرا لإليك